مشاهدينا في كل مكان أهلا بيك وحلقة جديدة من برنامجنا طبيب أونلاين أعتقد أنه بيبقى فيه حمل كبير قوي على المريض لما يحصل عنده تأخر في الحاملة أو في الإنجاب ويروح للطبيب ويقوله إيه سبب تأخر الإنجاب لحد دلوقتي والطبيب يقوله السبب غير معروف السبب فده بيبقى حمل كتير قوي على المريض يعني إزاي يعني إحنا ودي مشكلة بتقارك الناس كتير يعني إن أنا أي حاجة بيبقى لازم لها سبب معروف إن أنا أعالجه إحنا النهاردة هنتكلم عن تأخر الإنجاب غير المعروف السبب وبفجأتنا النهاردة في الحلقة إن تأخر الإنجاب غير المعروف السبب ليه علاج باتباع خطوات وإرشادات معينة من الطبيب برحب بضيفي اللاقيمة العلمية الكبيرة والشارحة المتميز دكتور ملاك محارب استشاري جراحة النساء والتوليد والحقن المجهري وزميل الجامعية الأوروبية لتأخر الإنجاب برحب بيك معنا دكتور أهلا وسهلا أهلا بيك دكتور ملاك يعني إيه في البداية كده منع الحاملة أو تأخر الإنجاب غير معروف السبب تأخر الإنجاب غير معروف السبب يعني فيه حاجات معروفة إن احنا عارفين عنده مشكلة في التوبيد منذ لو كانت سيدة أو عندها انتصاقات أو عندها انسدات أو عندها أسباب معروفة بطبة اسمها معروفة بتكتشف من خلال فحصات معينة أو مشكلة في الزوج في السائل المرضي لكن في بعض الأحيان أن بعض المرضى ودول بيمثلوا حوالي أكتر من تلت الناس اللي بتشتكي من تأخر الإنجاب بيقولوا أن احنا رحنا لدكتور جديد قالوا لنا أن التوبيد بتاعها سليمة قالوا لنا السائل المانور بتاعزوك سليم قالوا لنا أن ما عندهاش عملنا أشياء بالسبغة وطلعت سليمة وبالرغم من كده احنا مش عارفين السببين وممكن بيضطروا أن هم يعملوا حاجات عشوائية زي يقول لك طب خلص طالما أنك مش لاقي سبب طب ما نعمل حقنا مجهري وهم أساسا مش عارفين المشكلة فيها سبب منع الحمدية وده بيكون سببها غالبياتا في أحيان كتيرة فشل فهي عشان كده أن احنا اللي عاوزين نتكلم عليه لما زوجين يواجهوا مشكلة زي دي مفروض يعملوا لي طبعا احنا عاوزين نقسم المشكلة دي إلى مشكلتين رأسيتين مشكلة أن احنا مع العلم الحديث الحمد لله دلوقتي طلعت أسباب جديدة ما كانتش موجودة وابتدت نكتشفها وما كانتش موجودة في الحاجات الأديم ونمرة اتنين لا هي أسباب قريدي معروفة والشخص ده معروف ولكن بسبب السرعة أو بسبب التشخيص السليم أو عدم متابعة اللائق أو الوسائل السليمة يعني ممكن حاجة زي مثلا الطبويد يعملوها لكن ينسوا أن هم يعملوا متابعة طبويد سليمة متابعة طبويد سليمة يعني ايه؟ يعني واحدة مثلا مفروضة علشان تعمل متابعة طبويد كل اللي بيعملوه أنها صنار مهبالي لا متابعة الطبويد السليمة بتبتدي بتحليل الغودة النخمية تحليل دم تاني يوم في الدورة ومن خلال تحليل الدم معينة كل تحليل لهدف معين طيب بعد تحليل الدم بنعمل متابعة طبويد بخلال السنار المهبالي اللي احنا عارفينه طيب يجي يقولك الست يجي تقول ده احنا على يوم الطبويد الدكتور لا بوايدتين كل 2.2 سنط لا طب ما ممكن يكونوا كيس ما هو كيس والبيضة اللي تنشك لبعض بالسنار لأ المشكلة مفروض فيه تحليل تاني يتعمل اسمه تحليل كفاءة طبويد وده بيتنسي لأني ممكن بتكتشف تقول لا أنا سليمة طبويد لكن لما نيجي نعمل التحليل ده نلاقي أني عندها نشبيض لا هذا البيض كفاءته مش سليمة أو ضعيفة يبقى إذن التحليل تكملت متابعة الطبويد السليمة أن هي تحليل الغدنخمية متابعة الطبويد بالسنار المهبالي ثالث خطوة تحليل اللي هو كفاءة الطبويد في اليوم الطبويد اللي هو بيحدده الطبيب ورابع خطوة أهم كمان اللي حاجة اسمها تحليل كفاءة البطانة الرحمية ممكن تكون السيدة دي عندها بويضات سليمة وتم الإخصاب بأسلوب سليمة ولكن بيتبقى المشكلة هنا أن البطانة الرحمية هرموناتها مش متزبطة مش متزبطة طب أستأذن حضرتك يا فندم ناخد أستاذ باحي من القاهرة ألوه أهلا وسهلا مع عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا مع حضرتك أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا رحت الدكتور لنعمل تحليل تحليل سيف وماشي تحليل إيه تحليل سال المنوي رحت الدكتور في مصر يتعالج عنده إذا طلب منك تعمية حق المجهري إيه إيه إنت حضرتك يا دكتور إنت تحليل سال المنوي بتاعك أخباره إيه؟ قلت لي تاني سيف أه يعني ما فيش حيوانات منوية تمام أه أطلب مني فحصات جال نعمل عينة من الخصية يعني أه عملتك عينة من الخصية أيوه طلعت لي تجيتها إيه؟ تمام تمام يعني إيه؟ يعني كويسة محمد منها وطلعت يعني منتاز يعني لا يعني عينة الخصية طلعت فيها حيوانات منوية ولا فيها مراحل تكوين الحيوانات المنوية يعني عمل منها عملية وفيها مراحل يعني مراحل لكن مش حيوانات منوية كاملة كاملة يعني ما قبل الحيوان المنوي أيوه تمام تمام حلو جدا ماذا؟ ماذا؟ الخطوات اللي بعد كده مفروض تتعامل يعني؟ ممكن ناخد إعلاج يعني بعد كده منجويات طيب أنا حوالك في أسئلة تاني غير كده؟ لا شكرا يا دكتور طيب موضوع ده بشكرك يا أستاذ ضاحي دكتور ملك هيرد على حضرتك شكرا لاتصالك يا فانده بالنسبة لموضوع تحليل السائل المروي احنا عاوزين نتكلم هنا على نقطتين قبل ما نتكلم على مشكلة سيد ضاحي ده جزء مهم جدا من موضوعنا النهاردة آه إن هي الناس بتعمل تحليل في مراكز مثلا غير معروفة أو غير موسوك فيها بالظبط هي دي النقطة إن بعض الأحيان تحليل السائل المروي يجي يقول إن ده سليم ويطلع مسليم عشان كده دي نقطة مهمة جدا إن إحنا لازم نشوف أهمية تحليل السائل المروي بأسلوب سليم وياريت نعرف تحليل السائل المروي على الشاشة أستأذن فريق الإعداد معنا ياريت نعرف فيديو تحليل السائل المروي معنا ده التحليل السائل المروي اللي مفروض يتم بطريقة سليمة وهي إن إحنا بنصور الحيوانات المنوية صح يعني كتير قوي المعامل بتطلع لإن هذا الشخص عنده مثلا 27 مليون أو 30 مليون يعني حلو جدا ولكن ممكن تكون الحركة ضعيفة ممكن تكون نسبة تشوهات عالية عشان كده التحليل الجديدة الدقيقة يجب إن إحنا بنعملها بتصوير فيديو لهذه الحيوانات المنوية يمكن زي ما إحنا شايفين التحليل أهو اللي إحنا شايفينه ده في الصورة هي عبارة عن الحيوانات المنوية السليمة شايفينها زي بتتحرك بنشوف عددها بنشوف شكلها نيجي بعد كده هنا بنخش على إن الحيوانات المنوية بتقل العدد زي ما إحنا شوفنا في الصورة اللي في الآخر اللي هي في الآخر دي معلش ممكن نعيد بعد إذنك الفيلم تاني أستأذنكم نعيد الفيديو تاني عشان يستفيد أكبر عدد من مشاهدينا ها هي دي هنا شايفين حيوانات المنوية هنا بتتحرك إزاي بسرعة جندة جدا بنخلال الصورة دي كمان بنقدر نعرف السليم منها اللي عنده مشاكل معينة بنشوف كل الأمور دي بالزبط بعد كده بنعرف كمان منها لو في صديد لو نعرف كمان منها لو في تشوهات ودي الطريقة السليمة اللي حيوانات المنوية لأن كتير قوي يجي واحد يقول أنا عندي حيوانات المنوية السليمة لكن لما نيجي نعملها بهذه الطريقة الأمثل إن احنا بنصورها لا ده أنت عندك تشوهات لا تصلح إن هي تخصب ويدة سليمة نيجي بقى لموضوع الأستاذ الضاحي اللي هو بيتكلمنا فيه في بعض الأحيان وأحد المشاكل دي بقى مشاكل فعلية مش بسبب غير معروف الأسباب إن هو لما يجي يعمل تحليل السائل المنوي نفاجأ إن هو بيجيب تحليل السائل المنوي سليم جدا ولكن ما فيهوش حيوانات المنوية لأن هي الحيوانات المنوية يعني بيبقى طبيعي ودي النقطة بيبنش برضو غير بالتحليل إن التحليل ما فيهوش حيوانات المنوية طب نعمل إيه؟ منضطر بيتبع حاجة من 2 يا إما فيه انسداد في القناة النقلة ما بتطلع ليش الحيوانات المنوية بسبب التساقات بسبب عملية فتاء زمان أو أي حاجة ولكن الخصية نفسها بتطلع حيوانات المنوية سليمة دي بنعرفها من تحليل عينة الخصية أو الخصية نفسها فيها مشكلة وهنا المشكلة بتبع حاجة من يا إما بتطلع لي حيوانات المنوية قليلة والحيوانات المنوية دي مراحل بنسميها من خلال بويضات أولية بتحول لي لبعد كده لما قبل الحيوان المنوي للحيوان المنوية عشان كده لما بنيجي نعمل عينة من الخصية مهم جدا إن هي نعملها في مكان معتمد تحليل أنسجة معتمد بحيث إن هو يقولي الدرجة اللي يتم عليك ليه؟ لأن على أساس اللي يقولي إن الحيوانات المنوية ده واصل فين ببتدي أديله علاج في حاجة علاج بيحتاج لمدة شهرين بيحتاج بيحتاج لمدة ستة شهر بيحتاج لمدة سبعة شهر يبقى لازم يا دكتور تحليل الأنسجة يقولي بالزبط عينة الخصية دي عند أنه درجة وأعتقد برضه يا دكتور من غير قطع كلام حضرتك لازم أسك في المركز اللي أنا رايح أعمل فيه التحليل طبعاً لأن ده تحليل خطير يعني ما ينفعش أعمل كده مثلاً جزافياً لازم يكون عندي سكة في المركز بالزبط ولازم يكون المركز بيتميز بنقطة طب أستاذ الحضرتك بس ناخد صورة من القاهرة وبعدين أستاذة صورة أهلاً بيكي بقولك لو سمحتي أنا عندي واحد واربعين سنة والضغط أخيرت عليه أسواعي ألو واحد واربعين سنة أهلاً بيكي سامعي حضرتك تفضلي الضبط أخيرت عليه بقالها أسبوعاً ووجدت الشريفة المهاردة وعملت التحليل مفيش يعني حمله ولا حاجة طب هي الدورة بتروح من سنة واحد واربعين سنة هو اللي قابل الظبط لكن الدورة منتظمة قبل كده أه قد تجيب يا دكتور قد تجيب يا دكتور تقلل كل أسبوع 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 لطول يعني آه منتظمة هي على كل حال نوطف إن تأخر الدورة مرة دي مش حاجة نقدر نحكم عليها هي بتسأل حضرتك هل ممكن يتم انقطاع الدورة واحد واربعين سنة لا طبعاً يعني هي طبعاً فيه أحيان بتوبك كده لكن ما بتكونش مرة واحدة يعني بيحصل قابليها عدم انتظام وبعديها لخبطة ولخبطة هيرونات وطبعاً هاتي بزي ما قلمنا برضو بنعمل تحليل الغلدة النخامية تحليل الغلدة النخامية بتأكد لنا لو كان فيه مشكلة في التبويض ولا دي مجرد بعد حين لو توطر يعني بنائل بنات لما يكون عندهم تحنات مثلاً أو حالة حاجة زعل بتلاقي الدورة بتتأخر وده طبيعي لأنها طبعاً العوامل الشعور والعوامل النفسية بتلعب دور كبير فيها العامل النفسي بيلعب دور كبير عشان كده إن احنا ما بناخدش على شهر واحد الدورة بتتأخر فيه ونقول فيه مشكلة في التبويض أو مشكلة في الدورة فيه أي أسئلة تانية يا مادم سارة؟ بشكرك يا فندم بشكرك على اتصالك بالنسبة لموضوع تحليل الثالة المانوية طب نعمل إيه مع الأستاذ ضاحي؟ حنعمل حاجة حلوة جداً إن احنا مفروض بناخد العلاج وبعد لما بيتاخد العلاج بيكون حاجتي لأنه ممكن وهو بياخد عينة من خصية نلاقي إن التحليل كويس فيه حيوانات المانوية سليم يبقى مفروض نعمل إيه؟ يقول لازم نجمل عشان كده عينة الخصية لما تتعامل لازم تتعامل في مكان يكون فيه إمكانية تجميد هذه العينة اللي من خصية لأن أنا لو سليم مش كل شوية هفتح عينة في الخصية لأن عارفين العينة دي بتتعمل ببينجو كل مؤلمة جداً بتدمر جزء من الخصية فيجب إن احنا عدد مرات محددة بس ما نقدرش نعملها كتير فعشان كده يا إما تتطلع سليمة يبقى في الحالة دي نجمدها في ساعتها والشهر اللي بعده السيدة تعمل عملية الإخصاب المساعد أو الحال المكان لأن طبعاً أي مشكلة في الخصية لازم هيكون حلها الإخصاب بواسطة عملية أطفال الأنابيب أستأذن حضرتك إحنا معنا ضغط تيلفونات كتير ففرصة وجود حضرتك معنا النهاردة يا دكتور نفيد أكبر عدد من السيدة المشاهدين معينا أستاذة أمل ألو أعلم؟ أهلاً سلام أهلاً بيت يا فندم اتفضل أتفاضلي يا حاضرتك وأرشتراً سمحت يدكتور وأنا عندك تفضل أمثل أنا سمنة 24 سنة البيروس ما بتجيش اليوم اثنين ضعيسة جداً اللي هي نقطة وسيطة خالص أنا عدت سباعاً في اللط بتعمل لي مشاكل سواجة على كل يعني تأخر حملة المخبض هذا مش مركبة وسيلة بيتأخر الحملة عندي أنا بقى إذن كلات سنين مفيش حم يعني حصل إنجاب قبل كده أو في إنجاب معي طفلين طفلين لكن إنتي عاوز إنجاب تانياً أو ما نصنعش معي إنجاب طفل واحد ماشي أستأذن حضرتك بتقول حصل حمل مرتين ومعها طفل واحد إذن حصل سقوط أو حاجة لأن ده برضو أعتقد إن هو يا دكتور وبيأثر يأثر تمام في كده مدام أمل أيو يا دكتور مع حضرتك أيو طيب يعني أنت المشكلة حاسة إن في ضعف في كمية الدورة كمية الدم اللي مع الدورة ما فيه أي دكتور اللي هي مش منتظمة بكي هي يوم اثنين بك كتير قوي تمام كلام دهوت من ونا بلد تمام تمام يا دكتور نعم بس معلش أستاذ قرية ممكن تكون بسبب الوزن الزيادة؟ الوزن الزيادة ده عامل طبعا ده ممكن يكون التكايوسات ما هي دي نقطة أنا حاجة تابعين يا أستاذ أمل وبشكرك لتصل حضرتك ودكتور ملك هيجاوبك تابعين الآخر الحلقة يا فن طبعا مدام أمل هي بالحل الرد بتاعها نفس اللي احنا قلناه إن أحد الأسباب اللي احنا مفروض نشوفها صحة اللي هي متابعة التبويض السليمة بالأربع خطوات هي الإجابة بتاعي تعطيقية اللي هي اللي تعمل تحليل الغلد النخيمية في اليوم الثاني متابعة تبويض بالسنار المهبلي خلال الشهر اليوم التبويض بنعمل نعمل عدد البويضات بالسنار وحجمها ومقاسها ونعمل تحليل كفاءة التبويض وفي اليوم الواحد وعشرين بنعمل تحليل البطان الرحمية حنقدر نجاوب بالضبط حنقول لها كل الأمور اللي هي عاستعرفها أخبار التبويض إيه لو في ضعف حيكون المشكلة فين هل في الغلد النخيمية ولا في البويضة ولا في البطان الرحمية كل الأمور دي حتتجاوب خلال شهر واحد بمتابعة التبويض سليمة وهي برضو قالت حاجة مهمة قوي يا دكتور زيادة الوزن زيادة الوزن إيه تأثيرها يعني ليها مثلا نقدر نقول ليها سبب رئيسي في تأخر الإنجاب عند السيدات والرجال أيضا بص وقت زيادة الوزن دي سؤال وفي نفس الوقت بعض السيدات بتجاوب تقول أنا جارتي معلش دي حجمها باب يعني سورة الكلمة وبالرغم من كده خلفت خمس أطفال وكل يعني لو عاوزة تخلف أكتر بتخلف طب أنا مش سمينة للدرجة فهنا عاوزين نقول أن نتأخر الإنجاب ده بيعتمد على نقطة مش مجرد أي حد وزنه كبير ولكن في حاجة اسمها عامل الوزن مع تجمع مكان الدهون أخطر حاجة أن الدهون تكون متجمعة في منطقة البطن اللي احنا بنسميها عند الراجل اسم الكرش لو هي البطن هي اللي مليانة دهون لأن الدهون في منطقة البطن بتتحول إلى هرمون زكورة وبيعمل لنا تكايسات على المبيض لكن مش أي سمينة يعني لو واحدة اسمينة في الظهر في الرجلين في الرطفين في أي حاجة من حدها دي دي طبيعية وبتخلف طبيعي طب دي بنعرفها إزاي؟ إن احنا بنعمل حاجة محيط الوسط على محيط الحوض محيط الوسط على محيط الحوض مفروض بنقصها بالمتر اللي عند أي واحدة في البيت يطلع 8 من 10 8 من 10 يعني ايه؟ يعني اقل من 1 سنتي يعني مفروض محيط البطن اقل محيط اللي اللي هو واحد اسها بالوزن تطلع اقل من محيط الحوض الحوض اللي هي عن عظمتين بطعم الحوض لكن لو اللي تنزاي بعض لو واحدة عندها بطن كبيرة شوية فيه دهون هنلاقي حتطلع ده محيط ده قدي محيط ده اللي هو واحد لواحد في الحالة دي يجبع عندها نسبة أنها ممكن يحصل لها تأخر إنجاب يبقى إذن تأخر إنجاب مع الزيادة الوزن بعوامل معينة مش أي واحدة سمينة نظن أنها رح يحصل لها تأخر إنجاب يعني على حسب مثلا ما كان تكدس الدهون تكدس الدهون وهو الدهون اللي متجمع في منطقة البطن هي بس اللي فيها مشكلة إذن حضرتك معنا رحاب ألو أهلا بيك يا فاندر ممكن أكلم الدكتور؟ دكتور ملاك مع حضرتك اتفضل طيب لو سمحت يا دكتور أنا كنت بأخذ الحون اللي هي بتاعت كلي تلات تشهر بقى لي فترة أتعطى دلوقتي بقى لي سنتين والدورة ما تنزلش وأنا عاوزة أحبر ثاني وكل ما أروف للدكتور يكتب لي على حون عشان تنزل الدورة تنزل نقطة بسيطة يوم الثاني وما تنزلش يعني مش عارفة بقى أعمل إيه تمام في أي أسئلة تاني؟ بشكرك يا أستاذ رحاب دكتور ملاك هيجاوب على حضرتك طبعا إحنا لما بنيجي ناخد بالصفة عامة الحون بتاعت تلات تشهر بنقول تحذير في الأول أنك أنت لما تيجي تاخديها بتقولي أن أنا خلاص استكفيت الحم يعني في بعض الأحيان هذه الحونة بيكون لها مشاكل على عملية الإخصاب لكن ده مش معناها أن هي بتأثر أمر ولكن هي بتأخر عملية الحملة التانية طبعا إحنا بنعرف إزاي؟ نمرة واحد إن إحنا بنعمل تحليل تحليلين تحليل اسمه خزين المبيض وتحليل تاني اسمه وتحليل غلد النخمي ونجي نشوف بقى حالة هذه السيدة إيه والأشعة برضي يا دكتور والأشعة طبعا الأشعة بالصفقة برضي هتقولينا الفرق بينها وبين المنزل يعني دي مشكلة دي مشكلة يعني الحالة دي بالذات دي مشكلتها مشكلة طبيعي يعني إحنا هنتكلم بعد كده عن الأشعة بالصفقة والالتساقات لكن في حالة مدام رحاب هي مشكلتها مشكلة طبيعي فإذن ده ممكن هل بنشوف هل الحقن دي أثرت على التبويض ونعالج التبويض إزاي هل هي أثرت جامل هل أثرت على الوزن هل أثرت على التكاوسات هل أثرت على نفس كفاءة الخزين كل ده بنشوف بعد ما نعمل التحليل دي هنقدر نعالج بسهولة جدا وبتسعين في المية إن شاء الله أو بما مش عاوز أقول تسعين في المية يمكن بنسبة مية في المية إن شاء الله بتتعالج وبتحبل تاني وبترجع الأمور طبيعي بس إحنا بندي تحذير إن ما نستخدمش الحقن دي إلا للسيدة اللي اكتفت وقالت أنا خلاص مش عايزة إنجاب تاني لكن لو لسه عايزة إنجاب في وسائل أخرى تاني بتنفع لها في الحاجات أو يعني مفاجئتنا النهاردة في الحلقة إن تأخر الإنجاب غير معروف السبب لا هو معروف السبب باتباع خطوات معينة وإن شاء الله ربنا يرزق الجميع وإحنا النهاردة برضو بنكمل مبادرة طبيب أونلاين وبشكر دكتور ملاك على كشف يوم مجاني لغير القادرين يوم الجمعة من كل أسبوع بشكرك يا دكتور ملاك لاشتراكك معنا في المبادرة ونتمنى طبعا الشفاء للجميع دكتور ملاك قبل نهاية حلقتنا كده إحنا كنا عايزين يعني وصايا ونصائح كده لحمل السيدة والرجل برضو يعني بدون حقن مجهري لحدوث حملي يعني بدون حقن مجهري إحنا عايزين نقول نقطة جدا إن الحقن المجهري أحد وسائل العلاج ولكن ليس هو الطريق الأخير بمعنى صح الحقن المجهري معناه إن وحدة اسمه إخصاب ويدة يعني أحد الوسائل يعني إيه إخصاب طبويدة يعني اللي تعمل الحقن المجهري لازم يكون عندها طبويدة سليم أو بتطلع بتسليم طب لو مش بتطلع بتسليم يبقى إذا الحقن المجهري منفعش يبقى إذا أنا مفروض قبل ما أعمل الحقن المجهري أشوفه ده ينفع لها ولا لا لأن في حين كتيرة بتيجي تدي الوسيرة الوحيدة هو الحقن المجهري أو تتصرع أو تشوف من خلال إعلانات في التلفزيون إن الحقن المجهري ومش عارف إيه والحلم الأمومة والكلام اللي إحنا بنسمعه ده لكن إحنا بنقول لأ الحقن المجهري صح وكويس جدا ولكن لو استخدم في الأسلوب السليم أسلوب السليم بتاعه إيه؟ إن واحدة عندها طبويد حلو ولكن مش عارفة تخصابه بسبب مشاكل تاني لكن لو ما عندهاش طبويد أو عندها ما بتعرفش تنتج بويضات لأ الحقن المجهري ساعتها مش عينفع وفي وسائل كتيرة هتنجحها برضو وحتوصلها إلى الطريق السليم والحلم هيتحقق بإذن الله بإذن الله الحلم هيتحقق وبرضو بنوغ بقول إن تحليل السائل المنوي عند مركز الأنجلو وعند دكتور ملاك محارب وإحنا نستاذر حضرتك إحنا معينا فيديو عن الحقن المجهري تسمح لنا نشوف يا دكتور ده برضو في الواحدة عندنا في نعقب عليه تفضل فينا دي الأسلوب السليم إزاي إن إحنا بنختار الحيوان المنوي السليم وده بنطلع البيضات وبنيجي نزبطها كويس قوي بنختار عند اتجاه السليم بنمسكها من ناحية بأسلوب طبعا اللي هو الجهاز المكروسكوب وهجهز الموضوع ده وبندخل زي ما احنا نشوفين الإبر دي طبعا إبرة رفاعة جدا يعني بنحقن بيها زي ما احنا نشوفنا الرأس الحيوان المنوي وبتخش كده وبديد طريقة إخصاب البوايدة في الحيوان المنوي دي معمولة عندنا في المركز الأنجرو زي ما احنا شايفينها إن إحنا لازم بتتحط السلوب وهي طبعا بتعتمد على كفاءة دكتور المعمل إنه هو يحقن المكان السليم المزبوط زي ما احنا شايفينه جوه كده هوت إنه هو بتتحط بالاسلوب السليم وإحنا طبعا نحطين علينا اللوجو بتاعنا عشان نبين اللي هي تعملت في المركز طبعا دي اللي هي الحاجات اللي حوالين البوايدة دي بتبقى زوائد لما بنيجي نرجع البيضات برضو في جهاز تاني مخصوص بيتم إنه هو بيه ليزر اسمه بيتم حك هذه الجزائيات بعد إخصاب البوايدة وبتساعد هذه الأساء على إدخال البوايدة بسهولة في البطانة الرحمية بشكرك يا دكتور بس قبل نهاية حلقتنا برضو أنا كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال لازم يعني مثلا أي حد عنده تأخر الإنجاب لازم يعمل منظار ولا ممكن نقول الأشعة بالسبغة كافية لأ أشعب السابغة مشكلتها إن هي عبارة عن بتنفع في حالة انسداد الأنبيب لكن على بطل 90% من الناس اللي عندهم مشاكل اسمه انتصاقات في الحروض في الحالات دي الأشعب السابغة ما بتفتش وحلها هي لازم نعمل حاجة اسمها منظار بطانة رحمية منظارة بطانة رحمية بيبيني الالتصاص بأن مشاكل البطانة الرحمية يعني ممكن هذه السيدة عندها طويس سليم عندها أخصاب للبيضات السليمة لكن بنيجي ندفن البويضة مش عارفين ندفنها ودا اللي بيبين فيه عملية حاجة اسمها منظار البطانة رحمية ومنظار البطانة الرحمية أهم بكتير دلوقتي وابتدى يحل محل الأشعب السابغة لأن الأشعب السابغة لو كانت هذه겠죠 عندها التصاص Hayكس السبغة هتعدي فاحنا مش هنكتشفها وغالبيتا الحالات بيكون عندهم التساقات نادرا ما بنشوف حالة عندها نسدات وهي دي النقطة برضو دي من أسباب اللي هي تيجي تقول أنا عملت أشعب السبغة كلام حضرتك دي نقطة مهمة جدا أنا عملت أشعب السبغة وبالرغم من كده ما حصلش إنجيل لأ ممكن تكون عندك التساقات ولكن مزهرة بالأشعب السبغة ودي النقطة برضو نقطة من النقطة المهمة جدا إن لا تكفي الأشعب السبغة لإثبات موجود التساقات بالحوض وغالبيتا لما بنكتشفها بنتوقع نقول لا أده شي فيه تجمع في السبغة ممكن يكون في التساقات ولكن عشان نأكد هو المنزار فيه منزار اسمه منزار بطان الرحمية وفيه منزار جراحي بتعامل من البطن ولكن احنا بنكتفي بمنزار البطان الرحمية لأنه أبسط بكتير جدا ملوش مشاكل ملوش يعني أي نوع من السايد افكت أو المضعفات وبيبين لنا اللي احنا عايزينه ببين لنا مدخل قناة فالقوب وبيبين لنا كمان البطان الرحمية وفيه طبعا برضو فيه فيديو موجود لو يعني فيه وقت ينعرضه أو ياريت يا جماعة نعرض الفيديو اللي معنا بتاع البطان الرحمية دي بزارته دي بتشوف زي ما احنا شايفين البطان الرحمية السليمة شكلها عاملة زي القطن كده يعني احنا طبعا دي بتتعامل بمحلول بيتدفل فبلاقي ان هي بتتحرك البطان الرحمية السليمة دي عاملة زي الارض الزراعية السليمة لما بتكون بسبب ودي نقطة برضو بنحذرها بغالباتها لو كانت هزا دي هنا فيه التساقات وفيه البطان الرحمية مكهوطة ودي بتيجي ان بتيجي واحدة عاملية كحت تروح عاملينها عاملية حاجة كحت احنا دلوقتي حاليا عاملية الكحت بطلت على الإطلاق بتعمل مكانها حاجة اسمها شفط محتويات الرحمة لما يكون فيه اجهاد او عينة او حاجة بنعملها بالشفاط لكن الكحت القديم ده بيدمر البطان الرحمية وزي ما احنا شفنا ان لما البطان الرحمية بتتدمر يعني زي مظهر ارض زراعية بقت زي ارض مسافلتها ما تنفعش يدفن فيها حتى لو كانت زرعة كويسة عشان كده دي نقطة مهمة جدا ان منظر البطان الرحمية بيبيني الاتساقات بيبيني لو مشي مشكلة في البطان الرحمية بيبيني لو فيه اجزاء الكحتت واصبحت مزودة بيبيني لو فيه اتساقات وما بتسمحش ان البطان الرحمية ان هي تستقبل البوايدة المقصرة يبقى اذا هنا زي ما احنا شافين ان هذه العملية وفي نفسها الوقت ان العملية بسيطة جدا ما بتاخدش وقت وببينج صحيح بتتعمل وببينج خفيف وملهاش اي مضعفات وزي ما احنا شافين الصورة دي بتبين قد ايه الاتساقات جندا البطان الرحمية السليمة هي اللي احنا شايفينها دلوقتي اللي هي تلاقي عامل سفلها زي الايه زي الاوبنيك كده ان هو متحرك وبيلح بيبقى فيه فرق في التشخيص بين تشخيص المرأة وتشخيص الراجل يا دكتور يعني نحبه برضو ان احنا نلقي الضوء على ده اه طبعا ده شك ان هو طبعا يمكن الراجل ابسط كتير لان النمر واحد ان احنا كل منطلبه منه تحليل سائل منوي لكن احنا بنقول ان هو مفروض الخطوة نمر واحد في اي اتنين عندهم تأخر انجاب اول حاجة مفروض تتعمل هو تحليل السائل المنوي زي ما قلنا بالطريقة السليمة ما عندوش حيوانات منوية زي ما الاستاذ قال لنا قبل كده بنضطر نعمل حاجة اسمها عينة من الخص بالنسبة للسيدة بنعمل نمر واحد هو تحليل اللي هي متابعة الطبيض نمر اتنين بنعمل المنزار البطانة الرحمية كده بنبص تقريبا لنسبة تسعين في المية من الحالات او اكتر بنقدر احنا بنحلها بمجود فاطل حاجات بسيطة جدا دي اللي هي مثلا مشاكل المناعية او مشاكل مشكلة في الوراثة او المناعة بتاعة الجسم بيحصلها نوع من الاضطراب فبتعتبر ان الاجزاء اللي جوه بطنها زي البوايدة بتاعتها او الحيوان المنوي ان هو جسم غريب فاضطر ان هو يموتها ودي برضو ان احنا بنكتشفها بسهولة جدا دلوقتي وبقت ليها علاج وبقى العلاج بيجيب نتاج جدا وفيه ادوية بنستخدمها حاليا منها ادوية كانت بتستخدم قبل كده لمرضى الكلا في الناس اللي بيعملوا غسيل بقى انا بنستخدمها برضو احنا وبنستخدم حاجات كتيرة بحيث ان احنا وصلنا الى حلول كتيرة نسبة النجاح بتبدي ايه دكتور؟ لو اكتشفنا الموضوع واكتشفنا النوع المشكلة المناعية اذا كانت مشكلة في تجلط الدم او مشكلة في وجود بعض الاجسام المضادة الغريبة دي بتكون نسبة نجاحها 100% لان مجرد احنا بنعرف الحتة دي خلاص بنوقف المشكلة لان هو بيحصل ان هي خلل في المناع فبيعتبروا ان الجزء السليم غريب فاضطر ان احنا بنقدر نوقف هذا الجزء اللي هو بيتفرز وبالطرامة قدرنا نوقفه غالبيتنا ان شاء الله بتحصل فيها حلو فلاذا الحمد لله ان مع العلم الحديث حصل تطور كتير حصل نسبة نجاح علي وان شاء الله ربنا يوفق الكل بإذن الله بشكرك دكتور ملاك محارب على المعلومات القيمة والشرح المتميز ده وربنا يا رب يحقق امنية كل ام وكل اب بالبيبي بشكركم مشاهدينا لحسن المتابعة وانتظرونا في حلقات جديدة وطبيب اونلاين اشتركوا في القناة